مرحبا بكم لنجد مصفقة جديدة اليوم نعمل بسكويت محشية بالكراميل أو محشية بالشوكولاتة هو مناسب للكيتو ضايف لمرضى السكر سهل وسريع جدا الزبدة 100 جرام أو حسب الحاجة الكمية نضحها على حرارة منخفضة جدا الزبدة تكون زبدة طبيعية هي الزبدة من الحليب وليس زيوت مهدرجة أو زيوت نباتية لازم تكون زبدة هذا طعم كراميل هو الطعم الحقيقي للكراميل في فرق بين أنه تبخر الماء من الزبدة على حرارة منخفضة وبين أنه نحرك الزبدة على حرارة عالية هذا الكراميل الأصل أتمنى أن تجربوه ولو كمية صغيرة ممكن نستخدم الكراميل بديل شيرة القطر للكيتو ضايف للحلويات للكيتو ضايتو لمرضى السكر ممكن نوضع عليه تحلية نوضع مع تحلية اختيارة الوصفة واحد كوب جوز الهند خمسة وسبعين جرام واحد كوب لوزني أو أي نوع مكسرات مية وخمسين جرام وبديل السكر أو التحلية النوع والكمية حسب نظامكم الغذائي بكربونات الصودة معلقة صغيرة أو بكم بودر إذا غير متوفرة هذه كراميل الزبدة ربع كوب 60 جرام هذه اللي احنا عملناها أول شيء عملناها ممكن استغناء عن الكراميل وبنوضع أي نوع دهون أو سوائل بنفس الكمية ولكن هي بتعمل طعيم كتير روعة بديل للفانيلا بيض عدد 2 نضحن المكونات جيد حتى تتماسك المكونات مع بعض قلت يعني تصبح مثل العجينة من حين لآخر بنقلب المكونات سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات يعني من حين لآخر بنقلب المكونات هيك لازم تكون المكونات يعني تكون مثل العجينة متماسكة مع بعض هيك بنعملهم تقريبا 12 القطع يعني يكونوا الحجم متقارب عبدا أنا عملتهم قطعة كبيرة أنتوا ممكن تعملوها حجم أصغر من هيك يعني بكون أفضل لو عملتهم أصغر من هيك كمان ممكن نجيب أي كوب أو أي صحن متوفر عنها بنضعها على ورق الزبدة أو اعملوها بطريقة اللي أنتوا بتحبوها ممكن تعملوها يدوي بدون ورق الزبدة بدون الصحن ممكن نستخدم الصحن أي أداة متوفرة عنها منشغل الفرن مسبقان من الأعلى والأسفل 160 درجة ماءوية نضحها بالرف الأوسط المدة 15 دقيقة يجب مراقبتها يختلف من فرن إلى آخر لازم ترقبوها ممكن تأخذ أقل من 15 دقيقة يعني حدود 15 دقيقة هاني بنعمل الشوكولاتة بنجيب الزبدة أو زيت جوز الهند بحرارة المطبخ بنوضع معلقة أو أكتر أو اتنين من الكاكاو الخام حسب انتوا كيف تحبوه وبديل السكر النوع والكمية هو اختياري حسب نظام قوم الغزائي دائما نحكي قليل من الفانيلا ونحرك المكونات جيد وبالزيت زيت جوز الهند نفس الطريقة ونفس الشي بدل الزبدة بنوضع زيت جوز الهند هان ممكن نوضع معلقتين كاكاو بديل السكر ستيفي أو أي نوع هو اختياري بنحركهم جيد ممكن أنا حوضحهم من اتنين على بعض ممكن نوضع اتنين ونخلطهم مع بعض عادي حسب زوكهم هيك أصبحت المكونات جاهزة نتركها حتى تبرد تماما وهذه المكونات اذا انتوا بحاجة الى المكونات اذا بحاجة الى التقاط صورة للمكونات هيك أصبحت باردة هي كتير روعة وبسيطة جدا نوضع الشوكولاتة او الكراميل حسب زوكهم ولكن بالكراميل كمان اطيب واضيب بالكراميل كمان هذي بالشوكولاتة هذي كيف نعملها بالكراميل ممكن نحشيها بالكراميل هذي كراميل اللي عملنا اول شي هذي بحرارة المطبخ كتير هي روعة نضحها بالفريزر او المجمد 10 دقائق هذي بعد 10 دقائق نحرك الشوكولاتة دائما تكون بحرارة الغرفة الشوكولاتة تكون ونغطسها واذا انتم بتكون الشوكولاتة اقل خلوه الزبدة تكون سايحة او الشوكولاتة تكون سايحة دخلوها بالمكرويف قليل خمس ثواني ممكن نوضع عليها جوز الهند ايضا هو اختياري ولكن طعمها او شكلها كمان حلو بالخص الاطفال اللي عندهم السكري كتير يعني منظرها وطعامها كتير هي هو روعة ممكن نوضع الجوز الهند الاعلى ونرجحها على المجمد او اسمه الفريزر بعد البولدان هيك اصبحت جاهزة بعد 10 دقائق هي القطعة كبيرة ممكن احنا ناكل نصف قطعة او ربع قطعة ناكل شايفين كيف منظرها كتير روعة بالاخص للاولاد الاطفال المحرمين من اكل الشوكولاتة محرمين من السكر هي كتير طعمها وشكلها كتير روعة ملاحظة يجب عليكم دائما تتأكد من جميع المكونات تناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص دائما لازم تتأكدوا من المكونات تناسبكم التخزين لازم يكون بالتلاجة اتمنى تكتب لي ارايكم تحت في التعليقات لان ارايكم كتير بينني الناس الموجودة عندي على الصفحة على فيسبوك اتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل من شان يصلكم كل جديد في امان الله ؟